جون الكويت عانى ولازال يعاني من التلوث فهو كان يعد من أهم حاضنات الأسماك في العالم لكن شهد خلال الأعوام الأخيرة حالات نفوق أسماك كبيرة وتعددت أسبابها وفق أراء مختصين تفقت على ضرورة التحرك لحماية الجون من الأسباب التي تقتالها وأدت إلى دمارها ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع الرحب بضيفنا في الستيديو الدكتور عبد النبي الغطبان المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية حياك الله دكتور معنا سهلا مرحبا دكتور الموضوع هذا جدا مهم ويشغل بال الكثيرين خاصة أن موقع جون الكويت موقع جدا مهم إذا بنتكلم عنه جغرافيا شنو هو سلبيات هذا الموقع بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم على هذه الاستضافة سائل أن المولى عز وجل أن نوفق لإعطاء المستمع والمشاهد الكريم بعض المعلومات المهمة حول الموضوع يقع جون الكويت أو الكويت بشكل عامل بيئة البحرية لدولة الكويت في الجزء الشمالي الغربي من الخليج العربي وهذا الموقع فريد من نوعه باعتبار أنه نهاية التيارات البحرية التي تأتي من الخليج بشكل عام من موضيق هرمز إلى المنطقة العليا الجهة الشمالية الغربية هي طبعا دولة الكويت وبالتالي نهاية التيارات وما تحمله من ملوثات أو أضرار بيئية كذلك عندنا مصاب شط العربي يأتي من العراق وأيضا في أشياء إيجابية من المغذيات وإلى جانب قد تكون هناك سلبيات من ناحية الملوثات أيضا نحن في رياح الشمالية الغربية التي نسميها الشمال أيضا تأتي من أماكن بعيدة وتحمل في بعض الأحيان طبعا مغذيات تفيد البيئة البحرية لكن أيضا تحمل ملوثات فكل هذا الموقع بشكل عام حقيقة له إيجابيات من ناحية أن المياه العذبة تأتينا من شط العرب تعطي طابع جيد بالنسبة للثروة السمكية أو الكائنات الحية في الجزء الشمالي من ناحية درجة الحرارة المياه وعذوبة في المياه مقارنة مع المناطق الجنوبية من الخليج يعني أقصد الملوحة بشكل عام درجة العرارة أما الإشكالات التي قاعدة مواجهة هي قضية الملوثات التي تأتي عبر الإقليم وأيضا الملوثات التي نحن مسؤولين عنها كدولة الكويت أو المناطق الأخرى بشكل طبعا غير متعمد يعني كل شيء لضريبة هناك ممارسات كثيرة على الشاحل هناك منشآت كثيرة تنمية بشتى أنواع وهذه لها ضريبة نحن نستفيد من هذا الموقع خصوصا المنطقة الجنوبية من جون الكويت فهذه الاستفادة معناها أن هناك مخرجات مثلا محطات التقطير ومشاكل هذه الأشيار نتكلم عليها بعد شوي إن شاء الله لكن بشكل عام الموقع الجرافي فريد بالنوعه وهذه إيجابياتها وهذه سلبياتها نعم هل نقدر نقول حاليا دكتور أن جون الكويت بسبب هذه السلبيات والإيجابيات المختلفة اللي ذكرتها لنا الآن يعاني من تلوث كبير من الصعب القول بذلك الآن لأن البيئة تؤهل نفسها شلون البيئة يعني البيئة خنقل بشكل عام الخليج العربي مر في حقيقة أحقاب كثيرة من حروة 30 سنة الآن بداية ما كان قبل ما كان في صناعة بالسابق مرت المنطقة في حروب ثلاثة الحرب العراقية الإيرانية تحرير الكويت تحرير العراق أمور كثيرة ثلث النفط للعالم كله يخرج من هذه المنطقة نحن نتكلم على سفن كثيرة جدا تأتي إلى المنطقة وملوثات كثيرة تأتي عبر الإقليم أيضا الملوثات التي قلنا عنها عبر الملوثات الخارجية أو عن طريق شكل دولي الآن نحن باعتبار أنه صعوبة الجو والاستفادة من البقعة المائية والساحل فنرى بأنه الساحل الجنوبي من جون الكويت مؤثر يعني أقل بالصناعات فيه فإذا أخذنا جون الكويت على سبيل المثال من راس الصبية إلى راس الأرض بشكل دائر بشكل عقارب الساعة نتكلم على حدود 130-150 كيلو نفس جون الكويت 750 كيلو متر مربع الآن نطالع في الصور نشوف كل الأكتيفتيز أو النشاطات التي تصبح كلها في الجزء الجنوبي نعم من مثلا محطات تقطير من مستشفيات من مارينز من استزراع الأسماك إلى النقعات الكثيرة نقعات الشملان ومشاكل إلى الأمور الأخرى حتى قضايا كثيرة جدا موجودة نادي صليبخات ومشاكل وبالتالي نحن عندنا أنه كل النشاطات في الجزء الجنوبي تستقبل المياه مثل محطات التقطير وتعطينا طاقة وتقطير مياه لكن أيضا فيه مناوثات قاعد تطلع منها خارج عن الإرادة الآن مصبات الكثيرة جون الكويت بشكل عام فيه أكثر من 50 مخارج الطوارئ هذه مخارج الطوارئ للأمطار هذه للأمطار أساسا الآن في بعض الأحيان يتم إدخال الصرف الصحي فيها لأن عندنا محطة مثلا الصليبية تستقبل الصرف الصحي وتعالج هذه الصرف الصحي الكميات التي تأتي لكن في بعض الأحيان خارج الإرادة من وزارة الأشغال أنه قد تخرج بعض المخلفات الصرف الصحي هناك شبكات غير رسمية عندما حقيقة صار فيه استفهام على قضايا المخارج الأمطار التي أعرفها حدود 50 لكن هناك 14 مخرج تابع لهذه العمل الصناعة طيب أيضا في شبكات أخرى المنطقة الحرة ومشاكل لا بد أن بعض الجهات التي عندها المخارج هي المسؤولة عنها صحيح فحسب علمي أن هناك فيه ربما تكون توصيلات غير قانونية مرتبطة بشبكة الصرف الصحي التي تابع لوزارة الأشغال ومن ثم بعض الملوثات تخرج إلى الخارج الآن إذا قلنا إذا بوجود هذه الملوثات الكثيرة سواء كانت ملوثات بترولية أو غير بترولية قد تكون أيضا صحية أمور كثيرة تصير الدراسات التي عملناها الآن الحقيقة بالنسبة للدراسات الأبحاث التي نعملها لم نرى التلوث الكبير أو التلوث الحقيقة يدعو للقلق لم نرى ذلك إلى حد دم إلى الآن لماذا؟ لأنه مثل ما قلت أنه التيارات البحرية عكس عقار بالساعة فعندما تدخل من ناحية شط العرب إلى الجزء الشمالي من الخليج العربي وربما الآن الصور تبين في البرزنتيشن أنه تأخذ عكس عقار بالساعة فالمياه تأتي إلى داخل الجون وتخرج بعد فترة الدراسات التي عملناها على مستوى الخليج بشكل عام من ثلاث إلى خمس سنوات مثل ما إحنا شايفين نعم الآن نشوف هذا الموقع الجغرافي اللي بعدها راح نشوف الآن اللي بعدها الله يخلي الآن موقع الجغرافي بالنسبة للخليج نشوف بالنسبة لدرجة حرارة المياه مقاراتها مع درجة حرارة المياه والمحيطات في العالم فالمنطقة إلى حد ما مثل ما نقول إحنا مجهدة كمنطقة خليج وتستدعي الانتباه من كل الدول عندما نتكلم عن منطقة خليج نتكلم عن دول مجلس التعاون زائد العراق وإيران اللي بعدها الآن نشوف إحنا المنطقة الشمالية من هذه نشوف إحنا الرياح الشمالية الغربية الجانب الأيمن من المقطع الجانب الأيصر طبعا البيئة البرية اللي بعدها هذه التيارات يا جماعة شوفوها تأتي من منظر هرمز تأخذ الجانب الإيراني ثم تذهب إلى الأعلى وتأخذ عكس حقارب الساعة في الجزء الشمالي نشوف شط العرب يأتي بالمياه العذبة فتصبح المنطقة الشمالية من الخليج منطقة جدا لطيفة باعتبار أن المياه تكون من ناحية الملوحة من ناحية الدرجة الحرارة نسبيا أفضل بكثير من المناطق الجنوبية وبالتالي مثل ما قلنا نحن البيئة الشمالية فريدة اللي بعدها لو سمحتوا هذا يبين أنه عكس حقارب الساعة فأي ملوثات تصير تذهب من الشمال إلى الجنوب وعندما صارت غضية الغزو العراقي الله لا يكرر مثل هالأحداث لاحظنا أن الملوثات أخذت المنحة من الشمال إلى الجنوب جون الكويت عبارة عن لأن مثل ما قلنا الشطة التنموية كلها مركزة في الجانب الجنوبي من الجون مقاراة مع الجانب الشمالي هذه اللون البني عبارة عن العكارة أو الرواسب العالقة نعم اللي بعدها لو سمحتوا هذه مقارنة بين سنتين ونشوف أن نسبة التعكير زادت نتيجة التيارات البحرية ونتيجة طبعا النشاطات اللي بعدها لو سمحتوا ركز الآن الآن هذا جون الكويت عندنا طبعا جسر الأمير الراحل رحمة الله عليه إلى جانب الأنشطة الأخرى الموجودة في الجنوب فيفترض بأنه مدام أننا عندنا أنشطة كثيرة من محطات تقطير من مخارج طوارئ من مستشفيات كل هذه الأوامل المؤثرة يفترض النذي لكن الله سبحانه وتعالى يلطف بنا وهذا حتى بالإنجليز يقولون نيتشر يعني هو الله سبحانه وتعالى يعني عطانا هالموقع لكنه سبحانه وتعالى أيضا رحمنا بهذا الشيء كثير من الناس تأذى من الغبار لكن الغبار فيه نعمة وعسى أن تكره شيء أنه خير لك عيلا نفس الشيء الآن نطالع المنطقة الجنوبية من الجون كثير من الفعاليات فيها كثير من الفعاليات فيها فيفترض إذا إنسان عمل دراسة يفترض أن يشوف ملوثات لا نرى الملوثات بس لا تدعو إلى القلق ليش؟ لأن التيارات قاعدت تتغير تأخذ هذه الملوثات وتخرجها من جون الكويت إلى خارج جون الكويت وعليه أستطيع أن أقول بأنه الدراسات المتوفرة حاليا لا تدعو إلى القلق الشديد نعم قد تكون بعض الملوثات التي لقناها حتى في قضية من ناحية الصحية قد تخرج من محطات التصفية مثلا الأسليبية محطات المعالجة الصرف الصحي كنا خايفين أنه في بعض الملوثات على سبيل المثال تؤثر في الغدد الصماء للأسماك ومن ثم إلى الإنسان بعض الأدوية التي تصرف إلى المجاري قد تؤثر على صحة الإنسان كما يحدث في إنجلترا لقينا حقيقة الدراسات عطتنا نتائج لكن حقيقة هذه النتائج ترسل إلى الجهات المعنية فيما بعد لتحسين الوضع داخل قضية المعالجة نعم للمصانع ومشاكل أو المحطات فبشكل عام للإجابة أستطيع أن أقول أنه الوضع لا يدعو للقلق لأن حقيقة التيارات فادتنا إلى جانب طبعا الأمور الأخرى التيارات وأيضا التفعيل الجيد الذي عملته العامة للبيئة بالقانون الجديد يعني هناك حقيقة التزام من الجهات هناك تطور من الجهات هناك لطف إلهي فهذه كلها العوامل حقيقة تدعو للتفائل للأمانة نعم دكتور الحين بما أنك أنت ذكرت أن الوضع ليس بذات الخطورة أو بذلك الخطورة التي نحن ممكن أن نتخيلها لكن مع انتشار بعض الفيديوات والصور لنفوق الأسماك تدعو للقلق لأنها كانت بكميات جدا أكبيرة ممكن أنت شرحت لنا شرح وافي لماذا حدث هذا الأمر ولماذا حدث هذا التلوث إذا بنحطها بنقاط معينة شنو هي أسباب تلوث جون لكويت بشكل مبسط حق المشاهد علشان يستوعبها يعني الإنسان يتأثر مثلا بالطفاليات تأثر بالفيروسات يتأثر بالبكتيريا نعم الأسماك بنفسها لها قابلينها تأثر على سبيل المثال 2001 عندما صارت قضية نفوق الأسماك شنو سبق كان الميت والميت عبارة عن سطحي وتأثر نتيجة ظروف الجوية آنذاك لأنه في شهر ثمانية عادة الجو الهواء يكون راكد فإذا عندنا هواء يمشي يعني على الطبقة السطحية يعمل إثارة للمياه ومن ثم الليكسوجين يكثر في المياه الليكسوجين المذاب فإذا كانت الظروف حينئذ مثلا في شهر ثمانية الهواء راكد وارطوبة وما في تغير فماذا يحدث يصير فيه احتقان نعم فإذا صار فيه نفوق بسيط من بعض الأسماك الحساسة نتيجة وجود بكتيريا البكتيريا تنتقل إلى الأسماك الأخرى هذه العدوة تصير كما يحدث في الإنسان يكون موجود فيه فنرى بأن النفوق صار نتيجة لبعض الظروف الجوية التي تتزامنت مع وجود دخول هذه الطبقة من الأسماك طيب هذا ما أخذ فلنقوله أنه عندما يريد الإنسان أن يتحقق بالنسبة للأسماك الحقيقة هناك حوادث نفوق للأسماك على مستوى العالم كثيرة جدا ويصعب بمكان أنه يتم تحديد السبب خلال فترة قياسية بسيطة وممكن لأنه ظروف يعني خنقول عوامل تراكمية ليس بسبب واحد وإنما عدة أسماك عدة أسماك من تراكم ولذلك يأخذون الأسماك ويعملون لها تشريح أعطي مثال آخر شون عرف المعهد في 2001 أنه المسألة هي مسألة عذوة وأنا عندي هذا يريد المخرج يركز يعني يطلع لنا ذي عندما مثلا شكينا أنه قضية المعهد شك بأنه أنه نتيجة العدوة أخذ أسماك سليمة نعم وخلاها في مكان معين وصلت عليها بعض الأمور وفعلا لقى نفس نتيجة البكتيريا عطت نفس الأعراض اللي شافوها بالحقل اللي خذوها فعرفوا أن هذا هو السبب إذن الأبحاث الأبحاث عندما تعمل حقيقة يعني تكون تتضافر يعني أخذ المياه على سبيل المثال هل فيها ملوثات أم لا نشوف مثلا النوع البكتيريا على سبيل المثال لماذا هذا النوع من الأسماك شين هي هذا النوع من الأسماك ما هي الظروف التي يعيش فيها ما هي درجة الحرارة ما هي الملوحة نسبة الأكسجين المذاب عندما يتم دراسة كل الأمور هذه ممكن تقلص الاحتمالات اللي من وراءها نتجت ومن ثم يصلون إلى العملية ولذلك تأخذ الأعملية يعني سونا إعصائية في حقيقة كثير من الدراسات الخارجية اللي حدثت في العالم نفس الشيء الآن من نسبة لنا عندنا مثلا الحارف الألقالبلوم اللي ما يسمى بالطحالب طحالب موجودة في البحار طحالب موجودة مهم هي ضارة لكن في بعض الأنواع في بعض الأسبيشيز ضارة متى ما دخلت فيه جو فيه حرارة معينة فيه رطوبة معينة أقصد حرارة معينة ملوحة معينة أكسجون تبدأ تشعر بالقلق تفرز المواد السامة نعم بمرور الأسماك ويصير هالأمور النفوق الآن لأن تجد الظروف منها يقول الآن التراكم وجداً حذر في قضية أنه السبب تعيين السبب في بعض الأحيان صعب ما لم يكون هناك دليل قاطع يعني إذا كان عندي صرف صحي بكميات آئلة طبيعي السمك سوف يعني حقيقياً يصير نفوق أو في شكل ما يسمى لكن إذا الظروف ما التحليل ما أعطينا أرقام ترشد على بس دكتور قبل سنة 2001 والنفوق اللي حصل هل كان هناك في نفوق كبير بالعدد المهول اللي إحنا شفنا بارك الله فيك على هذا السؤال الحقيقة هذا يدعونا إلى الترافر الجهود للأمانة يعني الآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما في القرآن الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مقصود في هذا الإفساد الثقافي كل شيء بما فيه البيئي عندما الإنسان يرمي كثير من الممارسات اللي تأتي من الخارج أو الناس تعملها بقصد أو بدون قصد يؤثر سلبا على البيئة ومن ثم إحنا نرى هذه الأمور أنا متفائل بعدين بالجيل اللي جاي الآن ربما بنهاية إن شاء الله الحديث عندي بعض الملاحظات لكن أقول هذا يدعونا أنه يجب أن تتضافر الجهود عندما تقل الرقابة هذه وأنا متفائل الآن هي العامة البيئة عندها القانون اللي يديد 42 لـ 2014 هذا جدا ممتاز لأن بدأت الرقابة تدفعها بشكل جيد الناس بدأت حقيقة ترى همية للبيئة فبدأت تقل الحوادث هذه إلى حد ما أنا أقاطع كلمك بالخير إن شاء الله نحن مكملين على هذا الموضوع جزئية الهيئة العامة للبيئة وكافة الجهات الأخرى راح نتكلم عنها بشفصيل أكثر لكم مشاهدينا روح الفاصل وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حديثنا حول تلوث جون لكويت مع ضيفنا الدكتور عبدالنبي الغضبان دكتور اتكلمنا قبل الفاصل إن هيئة البيئة والجهات المعنية يجب أن تتضافر جميعهم يعني مجتهدين بكافة الأياد أن يقوموا بحماية بيئة الكويت وجون الكويت تحديدا هيئة البيئة قبل فترة اتحمت الأشغال والكهرباء والزراعة بالتسبب بهذا التلوث ما هو تعليقك هناك لجنة منبثقة من الهيئة العامة للبيئة لجنة مكافحة التلوث بشكل عام وهناك اللجنة الفنية لحالات نفوق الأسماك ومشاكل طبيعي اللجنة هذه فيها ممثلين عن الجهات المعنية كلها سواء هي العمل الزراعة برئاسة لهي العمل البيئة ومعهد الأبحاث وجامعة الكويت بلدية الكويت والجهات الأخرى المعنية وزارة الصحة الآن هناك جهات بحثية وموثلة بحقيقة الجهة الكبيرة هي معهد الكويت لبحاث العلمية الجهات العلمية جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب الجهات الرقابية هي كما تعلمون الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عندما يحدث أي نفوق الحقيقة الجهة المعنية أو هي الهيئة العامة البيئة تم توزيع الأدوار على كل جهة معينة نحن نطفي كمعهد أبحاث أنه البحث والتطوير اللي هي الـ R&D في تفسير البيانات تحليل بعض العينات حال وصولها اللي يحدث أن الحياة العامة للبيئة يلا يعطيهم العافية رأسنا أول ما يصير من فوق ويصير في استكشاف ويصير في حقيقة مراقبة وأخذ العينات من مياه والتربة القاعية وأيضا الأسماك ويعملون التحاليل المناسبة لذلك ووجدوا أن هناك تحاليل وجدوا أن هناك تراكيز هذه التراكيز في بعض المواد تخرج من الصرف الصحي أو مرتبطة بالصرف الصحي وتم حقيقة توجيه على كل الاستنتاج بأنه المخارج الأمطار تخرج منها كميات كبيرة من الصرف الصحي وبالتالي هي المسؤولة أو المصدر المسؤول لقضية هذا النفوق معهد البحاث بالأونا الأخير أيضا سوى بعض الذين نساعدهم بقضية ما يسمى بالديتا أو ديتا انترابلتيشن تفسير البيانات فقطعا هي العامل عندما تعلن هذا الشيء هي حقيقة عندها بيانات أثبتت من خلال هذه البيانات أنه الجهة المسؤولة هي وزارة الكهرباء وزارة الأشغال بالإضافة إلى وزارة الكهرباء أنه كذلك أنه منطقة السلام اللي فيها محطة الشويخ أيضا شافوا بعض العينات من الماء أنه وجدوا أنه بعض الملوثات تعزى إلى المخارج الطوارئ ومن ثم كذلك الصرف الصحي ولذلك تم حقيقة توجيه الملامة للجهتين على الاثنين بالأساس وزارة الأشقال اللي أريد أن أقوله بأنه استكمال لحديثنا قبل ذلك أنه هناك ما يقارب من خمسين مخرج للطوارئ لكن أيضا في مخارج أخرى ربما أقول ربما وزارة الأشغال ليست مسؤولة عنها الشبكات الشبكة المسؤولة عنها وزارة الأشغال ربما جيد إذا يصير في مقابلة مع أحد المسؤولين حتى يشرح بالتفصيل للعاملة الكويتيين الموجودين أنه يا جماعة ترى هذه الشبكات الشبكات الرئيسية ملوتنا اللي احنا مسؤولين عنها كوزارة قد تكون وصلات غير قانونية أخرى أعطي مثال مثلا المنطقة الحرة لا ندري قد تكون هي العاملة الصناعة حسب علمي هناك مطاعم هناك أمور كثيرة تصير في منطقة الجيون ومشاكل هذه ربما تصير فيها وصلات غير قانونية مع شبكة الصرف الصحي ومن ثم تخرج هذه الملوثات سواء صرف صحي أو ملوثات كيميائية قد تكون ربما هي المسؤولة الأمانة لا ندري يجب أنه سير وإن شاء الله تعالى أنا متفائل في القريب العاجل يصير فيه اجتماع وعندما توضع الأوراق على الطاولة أنه هذه الشبكة ملتنا اللي هم مسؤولين عنها والشبكات أو المخارج الأخرى التي عملت خارج إرادتنا يجب أن أيضا تأخذ بعين الاعتبار فربما أقول ربما عندما توضع كل الأوراق على الطاولة ربما يتتغير الصورة أو ربما هم الوزارة يسوون بحث آخر وربما يثبتون العكس لكن الوقاعد تقول هكذا اللي تم معرفته من خلال التحاليل اللي نعملت من الهيئة العامة للبيئة جميل زي اللي دكتور إحنا بالنهاية يعني إن كانت الملامة أو السبب الرئيسي هي وزارة الأشغال أو الكهرباء غيرها من الجهات يجب أن تتعاون بالنهاية لعلشان نحل هذه المشكلة لكن إحنا ما ننكر أن هناك تلوث حقيقي في جون الكويت عشان نتفق عند هذه النقطات التلوث نعم موجود لكن إنه درجة هذا التلوث هذا هو عبارة عن الإشكالية الموجودة إنه هناك ولذلك الآن إن شاء الله بيصدد عمل برنامج كبير جدا لقياس كل أنواع الملوثات وإن شاء الله تعالى رح يكون هذا بالتعاون يعني المعهد تبنى هذا الموضوع وإن شاء الله طبعا الهيئات الأخرى ترحب بذلك ومن ثم بالقريب العاجل أسأل الله سبحانه وتعالى إنه خلال أقل من سنة أو ذي يكون عملنا دراسة متكاملة لجون الكويت فيها كل الأبعاد هناك اجتهادات حقيقة يعني على سبيل المثال لا يلعامل بيش صارت بوايات بحرية والبوايات البحرية هذه قاعدت تقيس على مدار الساعة جودة المياه في مناطق في جون الكويت وإحنا أخذناها كمعهد مقصر وعطونا إياها وشفنا بعض الملاحظات إنه في زيادة في بعض الأمور الآن هذا البحث العلمي يحتاج إلى وساعة صدر وطول إنه من أنا أستقطب أخذ كل البيانات ويصير فيه شفافية كاملة كل الجهات تضع كل اللي عندها تخليه على الطاولة وإحنا نعمل البحث العلمي كمعهد أبحاث بالتعاون مع أخواننا جامعة الكويت والهيئة العامة التعليم التطبيق والتدريب بطبيعة الحال سوف نصل إلى شيء الكل يفخر فيه أكيد أكيد وهذا اللي نتمنى أنا حبيت أكد على هذه النقطة دكتور لأنه في تصريح من أحد المسؤولين في هيئة العمل البيئة يقول فيها وأقتبس كلامه يقول أن نفوق الأسماك ظاهرة متكررة مع بداية الصيف ولا تشكل خطرا مؤكدا أن المنطقة التي رصد فيها نفوق بكميات كبيرة من الأسماك محظور الصيد فيها وهي للهوات فقط وليس للباع النافيا بشكل مؤكد وجود تلوث في ساحل الكويت فلما أنا أسمع منك هذا الكلام وأقرأ هذا التصريح يعني يصير في تضارب بالموضوع هل الهيئة مدركة هذا التلوث أم لا التصريح يقول التصريح يقول بأنه هذا اللي بداية الحديث أن الله لطيف بعباده واقع الحال أعطيتش مثال أكثر منطقة في العالم صار فيها تلوث منطقة الخليج نعم صحيح حروب كثيرة أيام الحرب العراقية والإيرانية عندما حقلنا وروس بل بعد من ذلك عندما صار الغزو علينا يعني كم من أطنان النفط كانت في البحر ومشاكل مع ذلك الآن نسوي دراسات نحن على مستوى الخليج كنا في رحلات بحرية على مستوى الخليج التلوث اعتيادي إذن هناك حل هو أنه إحنا شغلنا باطلة إحنا مع العالم قاعد نشتغل مع أمريكا وذي كلهم كنا بالسفينة البحرية إحنا طلعنا ثلاث إلى أربع رحلات بحرية كل الخليج أنا شخصيا معهم وبالتالي إما أن تكون المناطق اللي ناخذ منها العينات مناطق خطأ إما أن تكون التجارب اللي نعملها أو التحاليل خاطئة أو أنه شيء آخر وهو لطف إلهي نعم وهو اللطف الإلهي قطعا بلا إشكال لأنه عندي سبه يقين هذا ما يدعي يعني ما يقول إحنا خل ما لعمك لهم مثل ما نقول الكويتي ونقل التلوث لا لا أبدا قصدي بالعملية أنه نعمل كنترول نعمل ضبط لأنه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نوقف نحط القانون نفعل قانون لهذه العمل التي هي الآن التي هي رائع جدا وبنفس الوقت أيضا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما أنقذنا أيام الحرب شاكل أين نفس الشيء التيارات البحرية عكس عقارب الساعة فما يحدث بالخليج أيضا يتزامن مع جون الكويت التيارات عندما يتم تغييرها نعم في المنطقة الغربية من جون الكويت في بعض الأحيان توصل نسبة الأكسجين صفر في القاع في عدود 10 متر قاع نحية كاظمة وهذه من الحقيقة آخر أبحاث المعهد في الموضوع هذا فلذلك سوف نركز على قضية أنه المناطق التي تحتاج إلى تأهيل طيب ما يقولون أنه نتيجة وجود هذه المنشآت الكثيرة ومشاريع التنمية لابد من حدوث تلوث طيب يفترض بأن أي نفوق أي شيء يعزى إلى هذه المنوثات طيب نروح أن نأخذ عينات ونسوي تحاليل ما نلقاها شيء قد يكون في شيء ثاني وهكذا قصد أنه بالعملية أنه ليس بالسهولة بمكان أنه أقول أعطي السبب لهذا النفوق بهذه السهولة أبداً مسألة معقدة وتحتاج إلى تضافر جهود وأنا مطمئن لخلال سنة ونصف أو سنتين من الآن إن شاء الله سوف نكون في وضع أفضل لأن الآن نعمل أبحاث حقيقة تقلص الاحتمالات تقلص الاحتمالات ومن ثم ممكن إحنا نقول والله المنطقة الأفلانية أو الوزارة أو الهيئة أو شيء هي المسؤولة إنما الآن أعتقد الآن شوية محتاجين إلى مزيد من الوقت إن شاء الله نزين دكتور إذا بنية على موضوع آخر وهو قبل فترة قناديل البحر هاجمت مولدات الكهرباء هل للتلوث البيئي علاقة في الموضوع أم أن تكاثر القناديل هو أمر اعتيادي هو طبعا ممكن كل اثنين شلون فترة التكاثر في الفترة هذه منها أربعة وخمسة وستة وتزداد في سبعة وثم اللي حدث أنه كذلك الأبحاث العالمية تقول بأنه الأبحاث العالمية تقول بأنه أنه الزبيدي والسلحفاء بشكل عام السلاحف البحرية نعم أحسن غذاء لها القناديل البحر نعم فقد يكون مؤشر إنما طبعا المنطقة الجنوبية من الكويت الزور ما فيها طبعا زبيدي زبيدي المفروض بالشمال ولذلك قد يكون أنه لأنه وجود التيارات البحرية وأنه موسم التكاثر الآن والذي زاد من الكثافة وجود القناديل إضافة إلى ذلك أنه المآخذ وزارة الكهرباء أرجو إن شاء الله تعالى أنا أكيد أنا أنا يقين أنهم وعين لذلك المعهد سواء لهم دراسها سنة 1994 بالنسبة للدوحش الغربية أنه كان في حقيقة هجوم من من الدول أو القناديل البحر كميات هائلة فتم تصميم شيء بالنسبة للمداخل بحيث أنه تحجب النفط وتحجب أيضا قناديل البحر ومن ثم تأخذ قناديل البحر ولا تدخل داخل وتسبب لنا مشاكل في قضية داخل المصنع المرة هذه أنا لا أدري ماذا حدث للأمانة على التواصل مع الأخفاد العون الله يعطي الهافية والوزارة بشكل عام نعم اللجوم كان قاسي كبير جدا كميات كبيرة بس أنا أتصور أنه من ناحية البيئية قد يكون لهم عامل قد يكون العامل هو قضية التيارات البحرية قد تكون هناك ملوثات قليلة لا ندري يعني يفترض أنه يصير في دراسات والآن عندما يحدث شيء لأنه لم يحدث في الزور في منطقة الزور لم يحدث مثل ذلك بهذه الكمية نعم هذا معناه أنه حدث شيئا بالأونة الأخيرة بالنسبة لجودة المياه ووتر كواليتي نعم وقد تكون الأمور أخرى هذا يستدعي أنه نعمل دراسة وما قصروا للأمانة دزة وكتاب المعهد سوف يعمل لهم الدراسة لأنه قد تتكرر السن القادمة لا سمح الله فالدراسة مهمة عشرة سنعرف ماذا جرى هناك لأن المنطقة مفتوحة أختي وبالتالي قد أن الملوثات تأتي سواء من الجانب الشرقي من الخليج أو الجانب الغربي والزور المنطقة الجنوبية اللي نخافه أكثر جون الكويت لأن أنت عندش محطات ثلاثة وصعبة جدا إلى جانب محطات الصبية الرابعة فنحن نخاف منها العملية وإن شاء الله تأخذ التوصيات اللي قدمها المعهد بعين الاعتبار اللي أقصده أنه عمل مآخذ المآخذ وضع ما يسمى بإحتياطات الأمان أو مصدات تحجب القناديل البحر وتحجب حتى التلوث النفطي حتى لا مشكلة تعمل إنها قلغة وبالتالي لا سمح الله قضية الكهرباء طبعا موضوع حساس نعم دكتور يعني تبارك الرحمن قدمته العديد والكثير من الأبحاث والدراسات إلى أن البعض منها لم يأخذ فيها إلى الآن ليش هذا الشيء ما قاعد يأخذ فيه معنها في صالح البيئة وفي صالح المصلحة العامة كويس أنت قتل بعض منها إذن الكثير منها أخذ وأنا متفائل نعم للأمان أنا متفائل قد يكون أنه نسوي الدراسة والجهات سواء كانت الحكومية أو الخاصة عندها مرئيات عندها أولويات فربما تعمل هذا الشيء ونحن جهة بحثية لنقدم المشورة وما على الرسول إلا البلاغ نعم نعمل اللي نقدر عليه نعمل أن الجهات كلها سواء الحكومية أو غير حكومية تأخذ بنتائج هذه الدراسات لأن المعهد عبارة عن يعني حقيقة عضد للحكومة عضد للجهات وجهة غير ربحية للأمانة نعم جهة غير ربحية يعني تسوي الشيء نعم نأخذ نحن مضالغ معينة لتقطية الرواتب بنعتبر الميزانية هكذا المعهد الوضعية المعهد عندما أنشت 67 بهذه الطريقة لكن هي جهة غير ربحية جهة تعمل الأبحاث لمصلحة البلد ونأمل نأمل أن أبحاثنا حقيقة يتم الأخذ بها وخصوصا من قضية التوصيات التي تخرج منها نعم في حال ما أخذوا في هذه الأبحاث هل تواصلوا مع المسؤولين يعني عشان تعرفون الأسباب ليش ما نأخذ فيها بالنهاية نعم لذلك لكنهم مثل ما قلت يعني أنا الآن حسب أولويات الجهات الأخرى أقلب إذا كان الموضوع مثلا حساس وذوق أولوية قصوى لدى الجهة المعنية نعم يأخذ فيها رأسا مثل على سبيل المثال الدوحة القربية وقلت بالنسبة للمصدات أمور كثيرة أخذت أعطيش مثال آخر قضية الملوثات التي تبع الاتفاقيات العالمية نعم نحن عندنا جهات يريد يصير فيه مثلا الموضوع أن نتكلم عن الجهات بالكويت وما هي مهامها وذي عندنا اتفاقيات دولية من ضمن الاتفاقيات ستوكولم اللي هي الملوثات ذات السموية ثابتة اللي هي سباقة وقاعدة تعمل المطلوب منها هذه من ضمن الأمور الأمور الأخرى قضية الثروة السمكية نعم استزراع السمكي نعم الآن نحن نتكلم على القضاء الآن ما يسمى في الفود سيكوريتي اللي هو القلق الكبير يعني الآن في العالم شكل عام تقير المناخي وقضية الفود سيكوريتي الأمن الغذائي شنو المطلوب الآن هناك فيه نقص كبير في الثروة السمكية نعم عمل معهد سوى الاستزراع السمكي سواء كان الهامور والشعم والبلطي وأذن وصلنا إلى الزبيدي والربيان الزبيدي إن شاء الله غريب يطلع وحصلنا على براءة اختراع والربيان إن شاء الله الآن فيه استخدام تقنية يديدة عند نتائج المعهد حصل منها هناك خمسين مزرعة تفقيص في الكويت في الوفرة والعبدالي نتيجة أبحاث المعهد ما شاء الله نعم الآن بالنسبة للثروة السمكية نفس الشيء عندنا شركة بوبيان عندما أخذت نتائج المعهد شيء آخر عندما المعهد ما يقارب من 12 سنة يسوي أبحاث ونتيجة هذه الأبحاث أوصى اللي هي العامة للزراع والثروة السمكية الله يعطيهم العافية إنه الموسم اللي يقلق فيه بالنسبة للزبيدي وبالنسبة للربيان الصيد فيه هذه نتيجة أبحاث وقع يسوونها عندنا موسم اللي هو ممنوع الصيد فيه نتيجة أبحاث المعهد وقيسي على ذلك هناك كثير من الأبحاث حقيقة نتائجها تم تطبيقها وينتهز الفرصة أشكر كل المعنيين في الدولة اللي حقيقة أخذوا توصيات المعهد بعين الاعتبار ونعطي العذر للجهات الأخرى التي لم تطبق ذلك ربما ضمن أولوياتها نعم يعطيكم العافية أكيد على هذه الجهود الطيبة اللي قاعد تبذلونها دكتور نحن نستمر معاك عندنا أسئلة كثيرة حابين نحن نسألها بس مشاهديننا روح الفاصل ورادين رجعنا لكم مشاهديننا من بعد الفاصل وحديثنا حول تلوث جون لكويت مع الدكتور عبدالنبي الغبان دكتور إذا بنحدد أنواع الملوثات اللي موجودة في الجون أو بشكل عام بشكل عام حسب الموقع الجغرافي إذا تأتينا الملوثات مثل ما قلت بالبداية إنه من ناحية من ناحية بشكل عام برى المنطقة من ناحية دولية الرياح التي تأتي من الشمال الغربي أو الشمال قد تحمل معاها المغذيات وقد تحمل معاها مواد إشعاعية وكما حدث في أيام تشورنوبل وغير الحوادث الأخرى قد تحمل معاها أمور أخرى مثل الإشعاع وهذا الإشعاع أيضا مقلق للغاية بس أسأل الله عز وجل أن يخفف لأنه نتيجة الرياح قد تصرف إلى معاكل أخرى بالنسبة للناحية الأقليمية البواخر اللي تأتي أو ناقلات النفط تأتي بمياه توازن مياه التوازن هذه تأتي من مناطق أخرى قد تكون موجود معاها قد تحمل معاها كائنات غير موجودة في المنطقة وعندما يتم التخلص من مياه التوازن هذه الكائنات البحرية ومشاكل تأخذ مجراها في البيئة البحرية ومن ثم تصبر حقيقة تكون مصدر قلق كذلك الببيدات الحشرية تأتي من شط العرب في بقدي وأيضا التلوث النفطي لأن مثل ما قلنا ثلث النفط العالمي يأخرج من هذه المنطقة وبالتالي عندنا ملوثات نفطية هذا نتكلم على مستوى الأقليم نحن نتكلم على مستوى الكويت على سبيل المثال أنا نطالع فيه النفط عندنا تكرير النفط موجود في المنطقة الجنوبية بالنسبة لمحطات التقطير عندنا الصبية عندنا الدوحة الشرقية والغربية وعندنا الشويخ وعندنا الزور في منطقة الشعبه وبالتالي التلوث النفطي موجود عندنا المستشفيات قد تخرج منها قد تخرج منها بعض الملوثات قد أقول تخرج منها الجماعة ما يقصرون لكن قد تخرج منها بعض الملوثات شاهدنا هذا الشيء من زمان الآن نبني سوي دراسة على الموضوع إن شاء الله ما نحصل نيع على المناطق النقع البحرية النقع البحرية تعرفين السوفناليتي هذه تبدل الدهن والملوثات الملوثة التي تخرج منها هذه كلها مصدر قلق فإذا نقول إحنا كل منشأة تخرج منها بعض الملوثات لكن نصنفها بشكل عام ملوثات نفطية و ملوثات غير نفطية بالنسبة للغاية ملوثات النفطية بكل أبعادها الغير النفطية مثلا المعادن النزرة من الصناعات اللي قاعدة تصير في منطقة ترجيون و مشاكل يمكننا إحنا بعض الربطات أو الوصلات الغير قالونية فممكن تخرج منها بعض الصناعات بعض العناصر النزرة مثل الرصاص الخرصين و مشاكل أمور كثيرة تخرج منها فإذا كل منشأة معينة تخرج من هذه عند محطات التقطير تنتج لنا الكلور و بعض المواد اللي يتم إضافها على المداخل المياه اللي قتل الكائنات الحية اللي حتى أثناء التصفيئة تقطير المياه تكون يعني ما فيها هلأ الأمور هذه اللي تسميها حن النو فالباوفاولينج اللي يسمونها بالإنجليزي بس بشكل عام كل منشأة لهذه بس إحنا على مستوى الخليج زائعنا نصر ملوثات نفطية و ملوثات غير نفطية غير نفطية أيضا تشمل الملوثات العناصر المشأة اللي احنا الآن قاعد نركز عليها في المعهد نعم زين دكتور هل هذه الملوثات اللي قاعد تحصل حاليا تحديدا خنقول في جون الكويت قد تسبب قلق خليجي في أن يمتد لها هذا التلوث هل ممكن حصول هذا الشيء ها يعني أرجو الانتباه عندما نقصد حن الملوثات هذا باعتبار شيء عالمي تسمى ملوثات الان هذه الملوثات هل توصل إلى درجة تركيز بحيث تثير القلق اللي لقيناها الآن مثل العناصر المشأة نعم نعم التراكيز حسب التراكيز العالمية لكن لازم نتابع الموضوع قضية بوشهر عندما أثيرت وانما بحطة بوشهر النووية وربما تخرج منها بعض الذي يوتي عندنا عن طريق عكس عغار بالساعة المياه ومشاكل لا بد من أن نعمل دراسات حتى نشوف التراكيز هذه ملوثات سواء النفطية أو غير النفطية متى ما وصلت إلى تركيز يدعو للقلق حسب القياسات العالمية يتم تنبيه ما يسمى بالمنظمة الإقليمية للمحماوات البيئة البحرية اللي موجودة في الجابرية وأنا أنتزال فرصة وحييهم حقيقة لأنهم يعملون جهد جبار للأمانة يعني ستة دول الخليج بضافة إلى العراق وإيران فأي شيء إذا كان مهم بالنسبة للمنطقة الإقليم إقليم الخليج يتم إخبار اللي هي العامة للمنظمة الإقليمة لحماوات البيئة البحرية سواء كانت نفطية أو غير نفطية أي ملوثات أما إذا الشيء خاص بالدولة الكويت نخبر اللي هي العامة للبيئة يعني على سبيل المثال هناك في تلوء المياه فيها نسبة منوحة يعني إذا ناخذ مثلا لتر من الماء يفترض أنه في تركيز معين من الملوحة وليكن 40 ميلي جرام الليتر يطلع لي كأنه وزنه يطلع 40 ميلي جرام مادة ملحية وهذا مقبول الآن نتيجة وجود أنه التكرير الكثير للمياه وإنتاج الطاقة زادت نسبة الملوحة الآن اللي كان الرقم اللي كان موجود بالسابق 40 الآن لا نقول نقدر معينة 43 وعادي ما فيه إشكال على طول أي تصحيح نتيجة القياسات نتيجة القياسات لمدة خمس عشر سنوات نخبر الهيئة العامة البيئة الهيئة مشكورة تعمل اللازم بقانون حماية البيئة اللي هو هذا تعمل فيه بين فتر أخرى مراجعة للمواد وهناك ارشادات ومعايير وأرقام يعتدوا بها نعم فيكتم تقريرها بناء على الدراسات اللي تصير نعم دكتور اليوم أجوبتك ما شاء الله يعني دبلوماسية بحتها كل ما نحاول نستفزك بسؤال ترد علينا بإجابة دبلوماسية الحقيقة ماذا أقول الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الهدف واحد خدمة الكويت والكل يتغنى بحب الكويت وهناك جهات مسؤولة أمام الله وأمام القانون لخدمة البلد يعني يعني بمضمون الآية أنهم مسؤولون يعني الآية راحت عن بالي فوقفوهم أنهم مسؤولون يعني الآن أنا اللي أحب دائما أنه كل الجهات تقعد مع بعض بقلب مفتوح وبصراحة وشفافية تعطي المعلومات اللي عندها حتى الجهات المسؤولة في إبداء الرأي العلمي تعطي الرأي والنصيحة لا يكون هناك تنافس نبي تكامل نعم ما يكون تضاد نبي تجاذب لأنه الجهات لابد ما يكون مصلحة أنه أنا يتم الاتهام لأنه بالنهاية راح أفقد الطرف الثاني اللي يهمني أنا أن كلهم يقعدون نعم من لا يعمل لا يخطأ نعم من لا يعمل لا يخطأ هناك مثلا نعطي مثال على محطات التقطير محطات التقطير مسؤولة عن بعض الملوثات الكلور والفوسفات وتبر العفو السلفيت اللي هي المواد اللي تستخدم نعم قد تخرج بعد 200 300 متر من المخارج من المخارج هذا المادة تذوب أو تتلاشى نحن قد نوجه الاتهام لهم أنتوا سويتوا كذا لكن بالنهاية أوكي تابعون يسكر المحطة هذا شر الله وبده منه نعم يعني أنا أنت جميها لكن لازم تحملني في الأمور اللي تطلع هذه طيب أنت تعال ساعدني كيف وقلل منها نعم هنا يأتي البحث العلمي وهذا ما يسمى بتقييم مردود البيئي نعم اعمل مشاريع التنمية بس اعملها بطريقة حكيمة نعم فإنما عندما أوجه لك النقد ليس لإحراجك وإنما لقضية أنه البيئة سوف تتأثر صحيح هذا الفساد في الأرض هو جذي صحيح الله سبحانه وتعالى خلقك كل شيء بموزون فإنما أنت كجهة مسؤول عن الشيء الفلاني لا بأس بالاعتراف أنه أنا نتيجة نتيجة عملي تخرج هال الملوثات فلابد من أنت تساعدني أن نقلل من هال الملوثات حفاظا عن البيئة وهذا هو دائما أنا طريقتي أنه حقيقة يصير في تقارب بين الجهات ويصير في حكمة ويصير في شفافية لأنه بالنهاية الكل يحب الكويت نعم أكيد أكيد دكتور وهذا اللي إحنا نتمنى أنه في النهاية كل هذه الجهات تتحط إيدها بعض علشان إحنا نحمي البيئة هناك خطة استراتيجية قمتوا بعملها لحماية البيئة لتكون بيئة يعني نظيفة ومستدامة كلمنا عنها أكثر المعهد عندما يعمل دراسات التمويل يأتي من جهات خارجية وقد تأتي طبعا برايفت السكتور للجهات خاصة والجهات اللي تدعم البحث العلمي هي العمل البيئة هي العمل الزراع والثرو السمكية وعندنا أيضا مع الهي العمل الصناعة الله يعطيهم العافية كلهم ومؤسسة الكويت والتقدم العلمي هذه المؤسسة الرائدة اللي صاحب السمو يرأس حقيقة مجلس إدارتها فلها الشكر والتقدير صار في توجه أن يا جماعة البيئة البحرية فيها كثير من المشاكل المعوقات نريد أن نعمل بيئة مستدامة الكل يفخر فيها على مستوى بل مو على مستوى الخليج بل على العالم وفعلا تم الاستعانة بالخبرات الكندية والخبرات العفو والإسترالية وجيش من العلماء على رئاسة الدكتورة الفاضلة فايزة اليماني من المعهد عندنا المعروفة عالميا حقيقة شكلنا تيم وهذا التيم الفريق تناول البيئة البحرية بكل أبعادها وما هي النشاطات وما هو التأثير الذي يخرج من تلك النشاطات وما هي ما هي الأمور التي تقلل من التأثير السلبي فوضعت في هذه الاستراتيجية وقدمت إلى المؤسسة الكوية التقدم العلمي يعني بالنسبة لمحطات التقطير بالنسبة للمستشفيات بالنسبة لمحطة التقطير المياه ومحطات أيضا تكرير النفط وما شاكل جميع الفعاليين المرتبطة بمشاريع التنمية تم تناولها بهذه الخطة وقدمت إلى مؤسسة الكوية التقدم العلمي وأعتقد أنه الهيئة العامة عندها ولذلك الآن تم تفعيل ذلك في مرة أخرى قانون حماية البيئة 42 لـ 2014 أي مشروع نريد أن نعمله في البيئة البحرية لا بد من عمل الدراسة تقييم نردود البيئي نحن لا نقف حجر عثر أمام التنمية وإنما نقول اعملوا هذه المشاريع حسب التوجهات العالمية بحيث لا تؤثر سلبا على البيئة لا تنتج ملوثات على البيئة فحقيقة تم الاستفادة من هذه الدراسة وفي أمور كثيرة في الكويت ومنها طبعا قانون حماية البيئة نعم يعني مشكور دكتور على هذه المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم الحلول التي وضعت الخطة الاستراتيجية الجميلة اللي وضعتوها علشان نحمل بيئة البحرية وتكون بيئة بحرية مستدامة يعني نبي نحافظ عليها كثر ما نقدر لازم الجهود كلها تحط إيدها بيئة بعض علشان نحن نحقق هذا الشيء ونخلي بيئتنا صحية من غير مشاكل حتى مشكلة نفوق الأسماك إن شاء الله بالسنوات القادمة مع جهودكم المبذولة ممكن أننا نخفف من هذا الشيء ونحرب كل الشكر لك الدكتور عبد النبي الغضبان المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت الأبحاث العلمية على ثواتك أنا حقيقة أشكركم جزيل الشكر وأشكر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قد وفقنا أنا جدا متفائل من حيث الجمعيات النفع العام وزارة التربية كل الوزارات المعنية بالبيئة هناك توجه جدا جميل الاهتمام للبيئة وأسأل الله سبحانه أن نوفق الجميع لخدمة البلد لأن الكويت تستاهل نعم أكيد الكويت تستاهل كل شكر لك دكتور وعلى توادك معنا اليوم مشاهدينا من بعد الفاصل معنا الدكتور الحارث المزيدي بكلمنا على موضوع شيق شوي حق الحريم اللي قاعد يطالعوننا الحين أكيد بيهمكم شون تغضبين بأنوثة من بعد الفاصل